حذر الاتحاد الأوروبي واشنطن من رد عالمي يتمثل بفرض رسوم تبلغ 294 مليار دولار إذا ما فرضت واشنطن رسوما جديدة على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي وردت أوروبا بذلك على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترام بتصعيد الإجراءات التجارية مع أوروبا عن طريق فرض رسوم بنسبة 20% إضافية على جميع واردات الولايات المتحدة من السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي